منذ أكثر من 19 شهر وهذه الأودية وهذه الجبال تشهد معارك ظارية إلا أن الحرب تحولت إلى الحرب الساكنة أو حرب الخنادق إذ أن المعارك ليليا تدور في ذات الأماكن وفي ذات الأودية منذ أكثر من 19 شهرا سأكون هنا مع العميد الركن هلال القامص قائد الواء 203 ليحدثنا عن سير المعركة تحية لك الفندم العميد الركن هلال القامص ولكل الأبطال في جبهات القتال في الجبهة الجنوبية وهناك هدوء نسبي في هذه اللحظات إذ أن المعارك عادة ما تكون ليلا أما في الصباح فهناك نوع من الهدوء ماذا عن سير المعارك خلال الفترة السابقة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم دائما وأنتم تواكبون في المتارس الأمامية وفي القطاعات وفي جبهة القتال وضع المعاركة كما ذكرت أخي الكريم طبعا هذه المنطقة بالكامل وادي ذنة يتموضع القوات في تلك السوائل وفي تلك الثكنة القتالية وتدور المعارك مثل ما ذكرت منذ عشرون شهرا أو أقل بقليل في الليل هناك تسللات ودائما أبطالنا يقضل هذه التسللات يقضوا عليها وبكل جاهزية وبكل معنوية عالية ودائما يكبدوا العدو الخسائر الفادحة في المعدات والأرواح إذن وقبل أيام ودعتم ودع الجيش والقوات المسلحة كوكبة من شهداء اللواء 203 وكان في مكدمة الشهداء اثنين من أولادك محمد وعبد المؤمن رحمة الله عليهم وعلى كل الشهداء الأبرار ومع ذلك ما زلت وبعد أيام من توضيعك لأبنائك تحمل البندوكية وتحمل جعبة الكتال ومتواجد في خط النار فتحية عسكرية لك ولكل المقاتلين الأبطال صحيح قبل أربعة أيام ودعنا سبعة شهداء من اللواء 103 بينهم أبنائي وكلهم أبنائي كل الشهداء في الجيش الوطني أبنائنا وكان هؤلاء الشهداء قضوا نحبهم في معركة الجوبة وتحفظ عليهم العادو ما يقارب العامين ظننا بأنه سيفنينا عما نحن فيه ظننا على أنه سيجعلنا نتراجع عن مواقفنا ولكننا سنقدم الغالي والنفس في هذه المعركة لأننا ندافع عن هوية الشعب اليمني ندافع عن قيم ومبادئ اليمنيين ندافع عن أصالتنا العربية فالحمد لله تعالى أنا أشعر بالفخر والعزة أني قدمت إثنين من الشهداء ولو كان لمائة من الأولاد لا أبالي في هذا الطريق وكلنا سنذهب في هذا الطريق بإذن الله حتى النصر أو الشهادة إذن حفظكم الله بإذن الله أن يتحكك النصر بأكل التكاليف ما زلنا في الجبهة الجنوبية ساعات الصباح وساعات الظهيرة هناك هدوء نسبي إلا أن المعارك عادة ما تتجدد ليلا هذه الأودية التي تشهد المعارك منذ عشرين شهر في ذات الأماكن في ذات المواقع وهي كما ذكرنا أشبه بحرب الخنادك أو الحرب الساكنة التي تدور في ذات الأماكن وفي ذات المواقع من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب عبدالله البوري سهيل